اشتركوا في القناة فإن الأيام تنضي بسرعة ولا في ما في وقتنا هذا فإن الإنسان بينما هو في يوم جمعة وإذا بجمعة التالية كأن لم يكن بينهما إلا يوم واحد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فإن قوله حتى يتقارب الزمان قال بعض العلماء إن المعنى هو أن المدن تكبر فتكون المسافة التي بين المدينتين عشرة أيام إذا كبرتا صارت أقل من ذلك فتقارب الزمان ولكن الذي أظهر أنه يفسر بما نحن عليه اليوم الزمان قريب متقارب جدا جدا جرب نفسك شهر رمضان في العالم ماضي كأنه لم يمضي إلا في الشعبان هذا ما أجده في نفسنا ولا أدري أتجدون ذلك في أنفسكم أو لا نعم تجدون هذا كأنما دخل شهر رمضان هذا العام هل إلى الماضي والآن تم ثلثه والثلث كثير نسأل الله تعالى أن يعفو عما مضى وأن يعيننا على الأعمال الصالحة فيما بقى العشر الأوسط أفضل من عشر الأول والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط تجدون أيضا أن هذا في الغالب والطريق أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها يوم جمعة عصره أفضل من الأول يوم عرف عصره أفضل من الأول والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت رقبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط على آخر الوقت حتى تنشط على آخر الوقت فتعمل الأمل الصالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر